مرحبا انا الدكتورة انديرا ابو عناب استشارية نسائية وتوليد وعقم جراحة منظار رح احكي عن بعض اعراض التهاب الايكولاي بالمهبل طبعا الايكولاي هي اصلا هي بكتيريا بتعيش بالمهبل لما يزيد عددها عن رقم معين بتعمل اعراض هي احكي انه هاي الالتهابات البكتيرية قليلة ممكن تحصل عند السيدات المتزوجات وغير المتزوجات هلا اعراض هادا有 الالتهاب يَيطج ان nearby är مض益 har small sulfuber مش طيبة مش كويسة تكون افريزات كثيرة طبعا بكون كمان عندي الم بالمنطقة التناسلية ممكن يكون فيه احمرار ممكن يكون فيه وكون كمان في عندي احمرار في منطقة جدار المهبل طبعا هاي الطريق البكتيريا تكشف عن طريق انه اخذ عينه احنا عادة ما نحتمل على الاراض لحالها لاكتشاف الايكولاي ناخد عين من الافرازات المهبلية ونبعتها للمختبر المختبر يعطينا النتيجة انه هاي في بكتيريا ايكولاي واش المضادل الحيوي المناسب لاعلاجها موسيقى